مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 178 سنشغل على النص المسترسل رئتنا في خطر أتهيأ للقراءة ماذا يأخذ الإنسان من الغابة وماذا يعطيها هو ماذا يعطيها هو إذن يأخذ الإنسان من الغابة كل خيراتها وثرواتها فهي مصدر من مصادر المياه والأمن الغداء كما أنها تعطي الإنسان الهواء النقية وتحمي التنوع البيولوجيا وتكافح تغير المناخ وتعطي الأدوية من نباتاتها وتزيل أكسيد الكربون وتوفر لنا الوقود الخشبية الإنسان يعرض الغابة للضياع أكثر مما يعطيها فسلامة الغابات هي من سلامة الإنسان كل ما حافظ عليها وعلى وعلى تربتها واستقرارها فقد حافظ على نفسه فسنكتب يأخذ الإنسان من الغابة كل خيراتها وثرواتها فهي مصدر من مصادر المياه والأمن الغداء كما أنها تعطي الإنسان الهواء النقية وتحمي التنوع البيولوجيا وتكافح تغير المناخ وتعطي الأدوية من نباتاتها وتزيل أكسيد الكربون وتوفر لنا الوقود الخشبي أو الفحمة الإنسان يعرض الغابة للضياع أكثر ما يعطيها وماذا يعطيها هو إذن الإنسان يعرض الغابة للضياع أكثر ما يعطيها فسلامة الغابات هي من سلامة الإنسان فكل ما حافظ عليها وعلى تربتها واستقرارها فقد حافظ على نفسه إذن فهو يأخذ من الغابة أكثر مما يعطيها فربما يسقيها وربما أحيانا كثيرة فهو يذمرها يقطع أشجارها ويحرقها بإشعال النيران فيها ثم ثانيا أتأمل الصورة أو الصور المصاحبة للنص وأتحدث عن مواضعها في الصورة الأولى عندنا كراس خشبية ثم عندنا مطبخ في قرية من القرى ثم بناء تقليدي يبنون بالأخشاب أو بالأشجار ثم في الصورة الرابعة هناك شخص يقطع شجرة إذن الصور المصاحبة للنص تتحدث مواضعها على أن الغابة تلعب دورا مهما في تلبيه حاجيات الإنسان في تلبيه حاجيات الإنسان فمن هذه الحاجيات تجهيزات منازلنا كما رأينا في الصورة الثالثة ومعداتها من أثاث من أثاث ونوافد وموائد وأبواب وحتى الآلات المستعملة لغايات أخرى كمقابض السكاكين إلى غير ذلك من المزايا التي تعطينا الغابة إذن سنكتب الصور المصاحبة للنص الصور المصاحبة للنص تتحدث مواضعها على أن الغابات تلعب دورا مهما في تلبيه حاجيات تجهيزات منازلنا ومعداتها من أثاث ونوافد وموائد وكراسي وحتى الآلات المستعملة لغاية أخرى كمقابض السكاكين إلى غير ذلك من المزايا التي تعطينا الغابة لكن الإنسان كما قلنا فهو يدمرها بقطع أشجارها ثالثا أقرأ عنوان النص وعناوين أجزائه الأربعة ماذا يمكن أن يربط بينها إذن عنوان النص رئتنا في خطرين عنوان الجزء الأول في بيوتنا جميعا والجزء الثاني من آثار تخريب الغابات عطلة غير ممتعة وشجرة العظيمة مهددة إذا انطلاقا من العنوان الرئيسي والعناوين الأخرى العناوين الفرعية يمكن أن يربط بينهما علاقة الغابة علاقة الغابة بالحياة الإنسانية العلاقة بين الإنسان وتأثير الغابة على محيطه الذي يعيش فيه فالغابة جزء لا يتجزأ من سلامة الإنسان والمساهم الأول في تحسين حياته إذن عنوان النص وعناوين الأجزاء الأربعة ننسى أن نعيد قلنا عنوان النص وعناوين الأجزاء الأربعة يمكن أن يربط بينهما علاقة علاقة الغابة بالحياة الإنسانية فالعلاقة بين الإنسان كما ذكرنا العلاقة بين الإنسان وتأثير الغابة على محيطه الذي يعيش فيه فالغابة جزء لا يتجزأ من سلامة الإنسان والمساهم الأول في تحسين حياته ثم رابعا كيف يمكن أن تكون رئة الإنسان في خطر إذن يمكن أن تكون رئة الإنسان في خطر عندما تتدهور حالة الغابة في اقتلع أشجارها وكذلك موت الكائنات الحية بصفة عامة إذن يمكن أن تكون رئة الإنسان في خطر تكون رئة الإنسان في خطر عندما تتدهور حالة الغابة باقتلع أشجارها التي تعطينا الهواء النقي وتساعد على البقاء الصحي للكائنات الحية بصفة عامة إذن باقتلع الأشجار وكذلك قتل الكائنات أو حرق حرقها أو حرق الغابة ثم خامسا أربط بين الصور والعناوين لأتوقع الأفكار التي سيقدمها النص إذن عند الربط بين الصور والعناوين أتوقع أن النص سيقدم لنا كيف أن الغابة تتعرض للضياع بانتهاكات الإنسان التي يقترفها تجاه بيئته ويساهم في الأضرار التي تلحق بها وتؤثر على الكائنات الحية بأكملها نقلنا عند الربط بين الصور والعناوين أتوقع أن النص سيقدم لنا كيف تتعرض الغابة للضياع بانتهاكات الإنسان التي يختلفها تجاه بيئته ويساهم في الأضرار التي تلحق بها ويؤثر على الكائنات الحية بأكملها على سطح الأرض أو تؤثر أي هذه الانتهاكات على الكائنات الحية على سطح الأرض ثم نتخر إلى الصحة 179 الجزء الأول في بيوتنا جميعا الحصة الأولى أفهم وأحلل أحدد معنى عادت من مدرستها عادت إلى ذاكرتها نصائح الأستاذة سنعود إلى الجزء الأول رئتنا في خطر عادت الفتاة من مدرستها اليوم أي رجعت من مدرستها اليوم وجالت ببصرها في البيت لكن نظرتها هذه المرة كانت مختلفة نظرت إلى الأبواب والنوافد والمواعد ورأت أثاثا في غرف النوم وبعض أواني المطبخ فوجدت في جميع مرافق البيت أثرا للاعتداء عادت إلى ذاكرتها نصائح مدرستها إن من يخرب بيئته كمن يخرب بيته هل رأيتم إنسانا يخرب بيته رددت الطفلة ما أقسى المعتدين على الغابات يقطعون أشجارها بدون شفقة وهم يجهلون أن من يقطع الأشجار كمن يقطع جزءا من رئته ثم واصلت جولتها في البيت ويتسجل المصنوعات الخشبية أسرة النوم والطاولات والكراس هل كل هذا من أشجار الغابة يا للخصارة يا للخصارة إذن أحدد معنى عادت من مدرستها عادت إلى ذاكرتها نصائح الأستاذة إذن عادت أي رجعت الفتاة يعني أن الفتاة كانت تظن أن بعودتها إلى المنزل ستجد أن نصيحة المعلمة مطابقة لما تعيشه في منزلها لكن العكس كان باديا مما جعلها تتساءل كيف إذن يعتدي الإنسان يعتدي الإنسان كيف يعتدي الإنسان على البيئة ليتمتع في بيته وهو مستريح لما فعله بالطبيعة إذن فهي تعجبت كيف كيف لأسرتها أن وفرت هذه الكراسي والطاولات وأسرت النوم كل هذا من الأشجار يال للخسرة أو يال للخصارة إذن كل هذه الأشياء صنعت من الأشجار وهي علمت بأن تدمير الغابة من تدمير البيت إذن يال للخصارة ثم ثانيا أبحث عن توظيفات أخرى لفعل عادة إذن عادت من مدرستها عادت إلى ذاكرتها ثم توظيفات أخرى لفعل عادة أي رجع وأيضا عاد أي ذار عدت المريض أي زرته ثم عاد إلى أدراجه أي وعى وعى وعاد إلى رشده إذن عاد عاد المريض أي ذار المريض وعاد إلى أدراجه أي وعى وعى وعاد إلى رشده ثم أبحث عن كلمات من عائلة جالة جالة يجول جولا وجولانا جولة جائل إذن جالة يجول جولا جولانا جولة وجائل وجائلة فهذه الكلمات من عائلة جالة جالة أي طافة طافة متنقلا واكتشف بلادا متنقلا جالة أي طافة متنقلا الأماكن السؤال الرابع الأماكن التي وجدت فيها طفلة أثر الاعتداء هل هو فعل اعتداء أو هل هو فعلا اعتداء إذن الأماكن التي وجدت فيها طفلة أثر الاعتداء هي أواني المطبخ إذن ورأت أثاثا في غرف النوم في غرف النوم الأثاث ثم وجدت في جميع مرافق البيت أثارا للاعتداء إذن الأماكن التي وجدت فيها طفلة أثر الاعتداء هي أواني المطبخ وجميع مرافق البيت هو فعلا اعتداء لأنه لأنه مقتلع أو مجدث من الغابة ومصنوع بخشبها وأشجارها إذن هذه الأماكن إذن هذه الأماكن لقلنا المطبخ ومرافق البيت إضافة إلى غرفة النوم فوجدت آثارا للاعتداء وجدت أشياء مصنوعة من الخشب فعلا اعتداء لأنه أي هذا الخشب فهو مجدث أي مقتلع من الغابة ومصنوع وهذه الأواني مصنوعة بخشبها وأشجارها خامسا ما نصيحة الأستاذة بماذا شبهت الأستاذة مخرب البيئة عادت إلى ذاكرتها نصائح مدرستها إن من يخرب بيئته كمن يخرب بيته فالنصيحة الأستاذة هي على الإنسان لا يخرب البيئة هل رأيتم إنسانا يخرب بيئته رددت الطفلة ما أقسى المعتدين على الغابة يقطعون أشجارها بدون شفقة وهم يجهلون أن من يقطع الأشجار كمن يقطع جزءا من رئتيه فالنصيحة الأستاذة هي على الإنسان لا يخرب البيئة وشبهت الأستاذة مخرب البيئة بمخرب بيته فالنصيحة الأستاذة هي على الإنسان أن لا يخرب البيئة وشبهت الأستاذة مخرب البيئة بمخرب بيته ثم سادسا أجد العلاقة بين بين الرئة والجسد وبين الغابة والعالم فالعلاقة بين الرئة والجسد هي علاقة الحفاظ على الإمداد بالأكسجين والهواء النقي إذن الرئة نتنفس بالرئة فلولا الرئة لا متن اختناقا أو لا لما وجدنا على قيد الحياة إذن الرئة هي التي تجعل الجسم كله يتنفس لأن الهواء يدخل إلى الرئة والرئة توزع الأكسجين إلى باقي الأعضاء والغابة أيضا هي المتنفس وهي التي تنقي وتصفي الهواء من الغبار وكذلك تمنحنا الحياة تمنحنا الثمار تمنحنا الخضروات تمنحنا الماء أي تمنحنا الحياة إذن العلاقة بين الرئة والجسد وبين الغابة والعالم هي علاقة الحفاظ على الإمداد بالأكسجين والهواء النقي والإمداد بالحياة إذن العلاقة بين الرئة والجسد وبين الغابة والعالم هي علاقة الحفاظ على الإمداد بالأكسجين والهواء النقي ثم أجول ببصري في حجرة الدرس كما فعلت الطفلة وأحصل أشياء التي أصلها من الغابة الأشياء التي أصلها من الغابة في حجرة الدرس الأبواب النوافذ الطاولات الكراسي السبورة إطارات الصور وغير ذلك من الأشياء الأخرى كل هذا من أشجار الغابة يال للخسارة إذن كل هذه الأشياء من الغابة يال للخسارة لأن بهذا النهي تمارين صفحة 179 تلتقي في الصفحة 180 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البليليست إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر